الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2 تسرب ثمانية حاق الأسطوانة ماذا يعني ذلك؟ هذا هو رمز عام لمشاكل تشخيص القوة المحركة DTC وينطبق عادة على مركبات OBD2 قد يشمل ذلك على سبيل المثال للحصر المركبات من وما إلى ذلك على الرغم من أنها عامة قد تختلف خطوات الإصلاح الدقيقة وفقا للسنة والطراز وتكوين مجموعة نقل الحركة إذا قامت سيارتك المجهزة OBD2 بتخزين الرمز P02B9 فهذا يعني أن وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة PCM قد اكتشفت حاقنا الوقود المحتمل للتسرب لأسطوانة معينة من المحرك وفي هذه الحالة تكون الأسطوانة رقم ثمانية تتطلب حاقنات وقود السيارات درجة دقيقة من ضغط الوقود لتوفير قياس دقيق للوقود في نمط رش دقيق لغرفة الاحتراق لكل أسطوانة تتطلب متطلبات هذا النمط الدقيق أن يكون كل حاقن الوقود خاليا من التسربات والقيود يراقب PCM عوامل مثل درجة تقليم الوقود المطلوبة وبيانات مستشعر الأكسجين العادم جنبا إلى جنب مع عمود العمود المرفقي وموضع عمود الحدبات لاكتشاف حالة هزيلة وتحديد أي أسطوانة من المحرك تعاني من عطل تنبه إشارات البيانات من أجهزة استشعار الأكسجين PCM إلى تقليل محتوى الأكسجين من العادم وأي من بنك المحرك المتأثري بمجرد تحديد وجود حالة عادم هزيلة على بنك معين للمحرك يساعد موضع عمود الحدبات وعمود العمود المرفقي على تحديد أي حاقن يواجه مشكلة بمجرد أن يثبت PCM وجود حالة هزيلة وتحديد مكان حاقن الوقود المصاب على الاستوانة رقم 8 سيتم تخزين الرمز P02B9 وقد يضيء مصباح مؤشر العطل M.A.L قد تتطلب بعض تطبيقات السيارة دورات فشل متعددة من أجل إضاءة M.A.L مقطع عرضي لحاقن الوقود النموذجي ما مدى خطورة هذا DTC يجب تصنيف P02B9 على أنه شديد لأن حالة الوقود الهزيل يمكن أن تتسبب في تلف رأس الأستوانة أو المحرك ما هي بعض إعراض الكود قد تتضمن أعراض رمز مشكلة P02B9 ما يلي انخفاض أداء المحرك انخفاض كفاءة الوقود انخفاض شفارات العادم الهزيل قد يتم أيضا تخزين رموز الاختلال ما هي بعض الأسباب الشائعة للرمز قد تتضمن أسباب رمز حاقن الوقود P02B9 ما يلي حاقن الوقود المعطل أو حاقن الوقود دائرة أو حاقن الوقود المفتوحة أو المختصرة مستشعرات الأكسجين المعيب PCM أو خطأ البرمجة فشل ما هي بعض خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها P02B9 يجب تشخيص الرموز ذات الصلة BMAF وMAP وإصلاحها قبل محاولة تشخيص الرمز P02B9 أحب أن أبدأ تشخيصي بفحص عام لمنطقة السكك الحديدية لحاقن الوقود سأركز على حاقن الوقود المعني الاستوان رقم 8 افحص السطح الخارجي وابحثا عن علامات التآكل أو التسرب إذا كان هناك تآكل شديد على الجزء الخارجي من حاقن الوقود المعني أو إذا كان هناك تسرب أشتبه في أنه فشل إذا لم يتم اكتشاف مشاكل ميكانيكية واضحة في حجرة المحرك فهناك العديد من الأدوات التي ستكون مطلوبة للتشخيص الدقيق ماسح تشخيصي فولت رقمي جهاز قياس الجهدي DVO-M سماعة طبية للسيارات مصدر معلومات موثوقة عن السيارة بعد ذلك سأقوم بتوصيل الماسح الضوئي إلى منفذ تشخيص السيارة واسترداد جميع الرموز المخزنة وتجميد بيانات الإطار سيكون ذلك فيدا عندما يتكشف تشخيصي الآن سأقوم بمسح الرموز واختبار السيارة لمعرفة ما إذا تم إعادة تعيين P02-P9 إذا عاد الرمز P02-P9 على الفور فاستخدم الماسح الضوئي لإجراء اختبار توازن الحاقن للتحقق من أن الخلل يمثل مشكلة حاقن مجرد القيام بذلك انتقل إلى الخطوة 1 الخطوة 1 أثناء تشغيل المحرك استخدم السماعة الطبية لمراقبة حاقن الوقود المعني بشكل مسموع يجب سماع صوت نقر مسموع وتكراره بنمط إذا لم يكن الصوت موجودا على الإطلاق فانتقل إلى الخطوة 2 إذا كان توترا أو مقطعا أشتبها في أن حاقن الاستوانة رقم 8 قد فشل أو كان مصدودا قارن الأصوات من حاقن الاستوانة هذا مع الآخرين للمقارنة إذا لازم الأمر الخطوة 2 استخدم DVOM لاختبار الجهد والنبض الأرضي أثناء تشغيل المحرك تستخدم معظم الشركات المصنعة نظام جهد البطارية المستمرة على أحد طرفي حاقن الوقود ونبض الأرض من PCM المطبق على الطرف الآخر في الوقت المناسب إذا لم يتم اكتشاف أي جهد عند موصل حاقن الوقود المعني فاستخدم DVOM لاختبار مصاهر النظام والمرحلات استبدل الصمامات أو المرحلات حسب الحاجة أحب اختبار الصمامات النظام مع الدائرة تحت حمولة قد تفشل الصمامات المعيبة التي تبدو جيدة عندما لا يتم تحميل الدائرة تشغيل إيقاف المحرك مع تحميل الدائرة تشغيل تشغيل المحرك إذا كانت جميع الصمامات والمرحلات في النظام جيدة ولا يوجد أي جهد فاستخدم مصدر معلومات سيارتك لتتبع الدائرة مرة أخرى إلى مفتاح الإشعال أو وحدة حقن الوقود إن أمكن ملاحظة التوخي الحذري عند اختبار استبدال مكونات نظام الوقود عالي الضغط